إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا مع الصادقين وأن يجعلنا منهم وأن يعطينا ثمرة الصدق في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دين ودنيا واليوم إن شاء الله بإذن الله حنتحدث عن عادة ربما خلق ربما شيء مكتسب ربما المهم هو حاجة منتشرة وموجودة والناس بتستهين بها مع أن عاقبة الكذب عاقبة سيئة والعياذ بالله بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ونعوذ بالله من عذاب جهنم إن شاء الله بإذن الله حيكون معي في هذه الحلقة الطيبة المباركة الدعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ أحمد صبري الغندور أهلا بك الشيخ أحمد منور وأهلا وسهلا كلام لابد أن نعيه جيدا وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور ولا يذب الله كلام يعني يجب أن احنا نهتز إذا كان عندنا ضمير وإذا كان عندنا دين صحيح يجب أن نهتز من داخلنا حينما نسمع هذا الكلام الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الخصلة أو من هذا الخلق الذي يجر صاحبه إلى النار يقول نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا إيانا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار يبقى الخلق ده سبب في دخول النار هذه الخصلة التي ربما لا يدعها أحدنا في اليوم الواحد ولا تمر عليه الساعة الواحدة حتى يكذب كذبات وليست كذبة واحدة هذا الخلق يجرك أيها المسلم إلى النار وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب يبقى اسمه عند ربنا الكذاب فلان الكذاب ولذلك المسلم لا يكون كذابا أبدا وقدوته نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين متى عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق؟ قبل بعثته يعني مش بعد الوحي وإنما قبل بعثته أطلق عليه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أما الكذب فليس أبدا من صفات المسلمين وإنما هو من صفات المنافقين نبينا صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب يبقى اللي في الخصلة ذي هذه خصلة من خصال المنافقين صفة من صفات المنافقين ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا عنهم فيقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يبقى المنافق لابد أن يكون كاذبا والكذاب لابد أن يكون منافقا الكذاب لابد أن يكون منافقا خصلة من الخصال أصلا الكاذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهدي إلى الفجور إزاي شوف يا أستاذنا أوقات بيكون في مرض هذا المرض له أعراض يعني تجد مثلا الجسد في مثلا نسأل الله لنا ولكم العافية بعض السخونة وبعض تكسير العظام وبعض الأشياء وكذا وكذا وسبب هذا مثلا في الآخر فيروس إحنا مش هنعالج السخونة لوحدها وتكسير العظام لوحده وهكذا لا إحنا نعالج السبب فبرضه ربما تكون أمراض كثيرة منتشرة في المجتمع بسبب خلق واحد ولا يذب الله هو خلق الكذب ليه؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجور هيسرق ويقول أنا ما سرقت هيقتل ويقول ما قتلت هيأخذ ويقول ما أخذت يبقى جر صاحبه إلى الفجور ما هو خلاص؟ كلامه ما ليش معنى؟ سيجذب وسيسرق الناس به فيفعل ويفعل 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 ما فعلت؟ يفعل المنكرات ويقول ما فعلت لا وسدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل أيكون المؤمن كذا؟ أيكون المؤمن كذا؟ يعني بعض الصفات سكت النبي صلى الله عليه وسلم طيب أيكون المؤمن كذبا؟ لا يكون المؤمن كذابا لا يكون المؤمن كذابا يبقى الكذب يجر صاحبه إلى أخلاق أخرى كثيرة من الرزائل مشكلة الكذب أنه يعتبر من أمهات الأخلاق السيئة ينبثق عن هذا الخلق أخلاق أخرى سيئة كثيرة ما هو الرجل يعني ولا أذب الله سرق وزنى وقتل نعم بسبب كذبة بسبب كذبة أنه هو كذب طيب شيخ أحمد يعني إحنا قد يتصور البعض أن الكذب مجرد كلمة يعني مثلا أنت كنت فين زي ما إحنا عندنا مثلا يعني كناس يعني هنا مثلا ممكن زوجته تسأله أنت فين بالموبايل يقول لها أنا في المكان الفلاني وهو ليس في المكان الفلاني فده يعني إيه أقل أنواع الكذب تقريبا لكن فيه أنواع كذب كثيرة بتبدأ ولا ياذب الله ولا ياذب الله بالكذب على الله ورسوله نعم فكيف يكون علشان بس الناس تكون في حرص من هذا الأمر يعني ممكن يكون يصلي ويصوم ويزكي ويحج أو يعتمر وكذا وهو يكذب على الله ورسوله فإحنا عايزين يعني نحذر أنفسنا أولا ونحذر سادتنا المشاهدين والمشاهدات من هذا الأمر أنه ممكن يؤدي العبادات وفي الوقت نفسه يكون كذبا على الله ورسوله صحيح الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو أشد وأخطر أنواع الكذب طبعا ويحذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى أيما تحذير فيقول ربنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ولا يزب الله نسأل الله العافية يا رب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لا although يبقى الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم خطير وشديد وعاقبته وخيما طيب إزايدة ممكن يحصل كيف يكذب الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أو على نبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الكذب على الله مثلا بأن يتخذ الإنسان لله ندا أو ولدا أو شريكا ويصف أن لله سبحانه وتعالى ولدا ده نوع من أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء عن هؤلاء هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هؤلاء الذين يتخذون لله أندادا وشركاء أو يصفونه سبحانه وتعالى بأن له ولدا أو شريكا ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أيضا من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الفتية في دين الله بغير علم يعني وده كثير نكون قاعدين في مجلس مثلا فلان يقول ما حكم كذا فتجد الرجل يقول هذا حلال والآخر يقول لا لا هذا حرام وهذا إنما قال حلال والآخر إنما قال حرام ليس عن علم وليس عن دليل وإنما من وجهة نظره ومن رجاحة عقله يحلل أو يحرم طب دا منه عنه دا شديد دا خطير دا كذب ربنا سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ يبقى عشان تتكلم في دين الله عشان تقول دا حلال أو دا حرام مش من خلال وجهة نظرك ولا من خلال المنطق أو العقل وإنما من خلال قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أيضا من صور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي ربما أحدنا يرددها وهي في الأصل موضوعة أو ضعيفة أو غير ذلك لابد أن نتحرد دقة لما تقول قال رسول الله بالفعل قال بالفعل هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لا تردد وإحنا من عشرات السنين وما زالت إلى الآن الرؤية اللي تنتشر من آن لآخر إن فلان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه من رأى هذه الرؤية سيبشر بكذا وكذا والورقة دي لو طبعتها ستبشر بكذا وكذا والبصد ده لو نشرته بمئات المرات ستبشر بكذا وكذا أما إن تجاهلته فإنه سيأتيك من الضر ما يصيبك كذا وكذا وننسب هذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إذن شيخ أحمد فيه برضو حضرتك ذكرتني بحكتين أولا من قال لا أدري أو لا أعلم فقد أفتح نعم وأنا شفت فعلا قريب على شاشة تلفزيون يعني إحدى القنوات أنا مش فاكر يا إيه فيه سائلة سألت البرنامج كان فيه برنامج إفتاء وسألته سؤالا سألت الشيخ سؤالا والشيخ يعني يفتي يعني شيخ له ثقل يعني والله يا شيخ أحمد أعجبني جدا قال لها يا أختي إن شاء الله أنا سأقرأ عن هذا الموضوع وأجيبك في الحلقة القادمة فالحقيقة يعني كبر جدا جدا بالنسبة لي ويعني مقامه أصبح عليم بالنسبة لي جدا الشيء الآخر إنه طيب يا جماعة بدل ما إحنا نقرأ كتاب أو كتابين ونقول مثلا قال رسول الله هذا بالنسبة لله عز وجل وبالنسبة للرسول بدل ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ما إحنا عندنا علماء محدثون إحنا عندنا علماء محدثون وفي العصر الحديث وبيننا وعيشين نسأل الله لهم الصحة والعافية عندنا يعني أئمة كثيرون موجودون حاليا بين ظهرانينا نسألهم يا فضلت الشيخ العلامة المحدث هذا الحديث صحيح أم خطأ ومع لشي أنا الشيء بالشيء يذكر امتشر يعني للأسف الشديد جدا من يجرح في البخاري ومسلم ومن يضاعف الأحاديث دون علم ولا يرجع إلى المرجعية الأساسية للمسلمين وهم العلماء والمحدثون الذين أتعبوا أنفسهم طول عمرهم وبذلوا وعرقوا طول عمرهم اللي عنده خمسين اللي عنده ستين اللي عنده سبعين سنة وطول عمرهم بيسافر ويروح وياخد من العلماء والمشايخ وإحنا نقول أنه هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث كذا ويفترون أيضا على الفقهاء فبارك الله فيك يعني في هذه اللفتة بالنسبة للكذب على الله ورسوله هذا أمر نحذر منه كثيرا حظك عندك كلام فيه آخر ولا أسألك فيه نوع آخر من الأنوال كذب وليكن الإشاعات طبعا فيه كثير من الإشاعات بتتردد وتنتشر امتشار النار في الهشيم صحيح والأكيد أن الناس بتصدقها بالضبط أنا مش عايز أخصص إشاعة معينة لكن كثير من الإشاعات بتحصلها فده هو نوع من أنواع الكذب أكيد يا شيخ أحمد نعم الإشاعات مرض خطير منتشر في المجتمع مرض خطير كل يوم مئات الإشاعات حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وهذا يضر بالأفراد ويضر أيضا بالدول والمجتمعات نعم ولذلك ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الخصلة فيقول سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نعم شكل كلام نسمعه نردده ونشيعه لا كلام ده خطأ وسبب في تدمير وعدم أمن وأمان المجتمعات وعدم أمن وأمان الأفراد لذلك الأمر ده يتعلق حتى بالأمن القومي ولذلك ليس من صفات المسلم أن يحدث بكل ما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مش كل حاجة تسمعها تقولها بدون تدقيق وتحقيق وتشوف ده صح ولا خطأ ده مظبوط ولا مش مظبوط ده حصل ولا ما حصلش والكلام ده بيجر في الآخر إلى إن أنت عليك وزر وزر شديد وأليم نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى أناسا وسأل عنهم فقيل له يا رسول الله وأما الذي أتيت علي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق ده اللي طلع على الناس في التلفزيون أو في الفيس أو في اليوتيوب أو في أي وسيلة من وسائل التواصل أو في بلده أو في غير ذلك وآل كذبة إشاعة بلغت وانتشرت في الناس هذا الرجل يؤتى يوم القيامة يشرشر من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه بسبب إيه؟ إشاعة كدبة كدبة وإشاعة انتشرت في الناس وأضرت وبعدين فيه إن جاءكم فاسقكم بنباين فتبينوا يعني لازم أنا سمعت ما تعرفش إيه اللي حصل النهاردة أقوله إيه اللي حصل كذا 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 يا راجل صحيح الكلام ده طيب ليه إحنا إحنا فين عقولنا فين يعني صحيح فين أفكارنا فين علمنا صحيح يا طرى هل أنت إنسان مؤمن إنسان محترم إنسان عالم علشان أخذ كلمتك ويبقى أنت المسؤول عنها إن جاءكم فاسقكم بنباين فتبينوا تجدوا مثلا بالزبط كذا يقول لك فلانة صفتها كذا وكذا مثلا فلان فعل كذا وكذا الأمر ده خطير ووعيده أليم الله عز وجل يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الذين يريدون أن تشعر فاحشة في الذين آمنوا نعم هو أنت علشان سمعت حد قال عن فلان أو فلانة تردد وتقول لا ده ده رمي المحصنة بغير علم وبغير بيّنة ده جلد ده عذاب أليم في الآخرة ده حتى فضل الشيخ أحمد يعني الله سبحانه وتعالى يعني حتى ولا ياذب الله ولا ياذب الله في جريمة الزنا يعني الله سبحانه وتعالى شدد الأمر جدا 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 في موضوع الزنا حتى واحد يشهد على زنا أمر من ربع مستحيلات هو بقى بيرمي المحصنات بغير بيّنة وبغير دليل وبغير علم وبغير نظر وبغير إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة نعم وهذه الألسن ستشهد عليك أمام ربك سبحانه وتعالى طب ما رأي الدين في هذا الذي يحلف ويقسم ليل نهار آناء الليل وأطراف النهار كل حاجة يعملها والله العظيم كل حاجة يعملها وكذا ويعد يحلف ليل ونهار على أي كلمة يقولها وكأنه يقول يا عالم صدقوني يعني أنا لست صادقا فصدقوني يعني أنا بحلف آه فما رأي الشرع أو ما رأي الدين وإحنا دين ودنيا يعني لنمجنا نحفظ بداية ينبغي للمسلم أن يحفظ أيمانه قال ربنا سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم لا تقول إلا صدقا واحفظ أيمانك ويمينك بالله سبحانه وتعالى طيب إن حلفت حاجة من الاثنين يتكون حلفت على شيء صدق أو أمر تظنه صدقا أو أمر لغو فهذا لا شيء فيه نعم يعني هو يقسم أو يحلف والله تعالى إذا طلب منه أو كذب وهو صادق نعم يعني ممكن إنسان مثلا أنا هو بيقول لي أنا كنت في المكان الفلاني أقول له لا أنت ما كنتش في المكان الفلاني يقول لي طيب والله أنا كنت هناك طيب خلاص يبقى إذا هو يدافع إيه عن نفسه بهذا القسم إنما لا تجعل الله عرضة لا أيمانكم بالضبط ده أمر الأمر الآخر ممكن أحلف على شيء أظنه حدث وما حدث يعني مثلا حضرتك قلت لي الأوراق عندك فأقولت لك لا والله ما هي عندي رجعت بالفعل وجدت الأوراق فخلاص اتصلت أستاذنا الأوراق لدي بالفعل تمام هذا شيء أيضا يعني لا شيء فيه لكن في أمين خطير وشديد إيه بقى؟ اسمه اليمين الغموس أعرف لي لماذا سميه غموسا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم إن الإنسان يحلف بالله سبحانه وتعالى لأجل أن يحصل على عرض من الدنيا زائل يعني يقول لك والله اشتريت بكذا وكذا لأجل أن يزيد أو والله ما أخذت كذا وكذا وهو أخذ والله حقي كذا وكذا وهذا ليس من حقي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة اللي بيشتري بعهد الله سبحانه وتعالى وباليمين هذا يعني أمر ليس له نصيب ولا حظ ولا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ليه؟ لأنه فضل الدنيا على إيمانه ويقينه بربه سبحانه وتعالى يمين غموس نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا منه ويجعله صلى الله عليه وسلم من الكبائر فيقول صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراق بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم لأن به يقططع الإنسان من مال أخيه المسلم بغير وجه عقل طيب فضل الشيخ أحمد الوقت كاد أن ينتهي وموضوع الكاذب الحقيق أنه هو خلق ولا يذب الله مذموم سواء في القرآن أو السنة أو عند الصحابة أو التابعين أو العلماء أو هو خلق مذموم بشكل عام وبنذكر أيضا أنه من أنواع الكذب بالإضافة لأنه تناولنا الكذب على الله ورسوله والإشاعات والأيمان هناك طبعا شهادة الزور وهناك البيع والشراء وحدث ولا حرج وهناك الكذب على الأولاد وعلى الزوجة والكذب من أجل الإضحاق والنكتة وكثيرا أشكر حضرتك كثيرا على هذه الحلقة الممتعة بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا مشاهدين الأعزاء في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات دين ودنيا لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم الدعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ أحمد صبري الغندور تحدثنا عن خلق من الأخلاق التي يجب أن نجتنبها وموضوعنا دين ودنيا فإحنا نعرض القضايا الدنيوية على الشرى والدين حتى نلتزم بها نسأل الله حسن الإخلاص كما نسأله حسن الخاتمة نلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة